السلام عليكم كما وعدتكم يوم أمس بأنني سأتوقف عند مذكرات الفريق طهرجي الحبوش رئيس جهاز المخابرات العراق السابق أؤكد وأعيد التأكيد بأن التوقف عند هذه المذكرات هي الخدمة الحقيقة الرجل تطرق إلى شخصيات كانت له بها علاقات وطيلة بحكم موقعه بحكم المهام التي كانت كان يكلف بها لذلك هذه المعلومات لا يعرفها إلا الرأس الكبير في الأجهزة الأمنية العراقية وهو واحد من هذه الرؤوس رئيس جهاز المخابرات وكان مقرب من صدام حسين وكان على الطلاع بالقرارات المهمة التي تتتخذها الدولة يتحدث الحبوش عن علاقة النظام السياسي بمرجعية النجف طبعاً هذا الكلام اللي يتحدث عنه عام ستة وثمانين عام ستة وثمانين مرجع الأول للشيعة في العراق في النجف هو آية الله أبو القاسم الخوي يتحدث عن رسالة بعثها أبو القاسم الخوي إلى صدام حسين عام الف وتسعمية وستة وثمانين طبعاً مضمون الرسالة وما ترتب على الرسالة من إجراءات هي تعكس جانب من جوانب العلاقة بين النظام السياسي والحوزة ومرجعية النجف هذه العلاقة أخذت أشكال مختلفة على مر العهود في الدولة العراقية الحديث مرات علاقات تصادم مرات علاقات تفاهم مرات علاقات اختواء مرات علاقات صرع من عبد الكريم قاسم ومحسن الحكيم عبد السلام عارف ومحسن الحكيم ووصولاً إلى البعث ومحسن الحكيم ثم وصولاً إلى عقد التسعينات وما انتهى إليه من فواجع لكن خلينا نتوقف عن هذه المعلومات التي ذكرها الحبوش يقول جاء كتاب من صدام حسن إلى مديرية الأمن العام وكان مدير الأمن العام في ذلك الوقت عبد الرحمن الدولي الكتاب يقول نرفق إليكم رسالة المرجع الديني آية الله العظمى أبو القاسم الخوئي للإطلاع واتخاذ الإجراءات اللازمة وإعلامي فوراً شنو مضون الرسالة؟ الرسالة تقول عرض علي الشاه عرض علي الشاه أن يستضيفني وعرضتم علي وقد فضلت عرضكم على عرض الشاه وجئت إلى النجف ولكني في الفترة الأخيرة لمست هناك مضايقات من بعض المسؤولين التنفيذين في النجف على الحوزة فأرجو منكم أن تكفوا أذاهم عني أو أن تمهلوني أربعين يوماً لمغادرة العراق هذا هو فحو الرسالة وضمونها وربما نصها فطبعاً كتاب من صدام حسين وبرسالة من المرجع الأجهزة الأمنية اتخذت أعلى الإجراءات واستنفرت جهودها للتعامل مع هذا الملف بما يتناسب شكلت لجنة برئاسة كما يروي طهر الحبوش شكلت لجنة برئاسة مدير الأمن لأمن العام عبد الرحمن الدوري وعضوية خيري جلمران العميد خيري جلمران اللي كان المعاون المدير الأمن العام السياسي توفي بعد 2003 والعقيد سعدون صبري والعقيد نوري مدير أمن النجف والمقدم طاهر الجليل الحبوش شكلت لجنة لدراسة هذه الرسالة والرد عليها حضر من يمثل السيد الخوي السيد عبد المجيد الخوي ودار الحوار التالي عبد الرحمن الدوري سأل قال له أنت ليش السيد يعني ليش زعلان شون اللي يعني مضايقة قال له أكو 250 مكيف جاي هدية مرجع المكتب السيد الخوي وسلطات القمارك أخذت عليها 10 ألاف دينار وهذا أزعج السيد الخوي يعني كيف هدية تجي للمرجع وتشمل بالقمارك يعني صعبة تعفوها فكان رد عبد الرحمن الدوري على السيد مجيد الخوي قال لي أرجوك أن تذكر السيد الخوي بأن هناك مبلغ قبل أيام وصل من الكويت من الكاظمي ربما يقصد حبيب الكاظمي مبلغ مليون وربعمائة ألف دولار وستمائة ألف دينار كويتي يعني المجموعة يطلع بحدود ثلاث ملايين ومويتين ألف دولار هذه حقوق شرعية إجت من حبيب الكاظمي إلى السيد الخوي ودخلت إلى العراق من غير أن تأخذ الدولة دولار واحد سمحت بها دخلت دخل المبلغ بالكامل وافتهمنا هذه حقوق شرعية الآن جاي بس بالحوزة فأرجوك ذكر السيد الخوي بهذه المعلومة أما المكيفات الهواء فدخلت بسم مواطن عراقي دخلت بسم مواطن عراقي والقوائل العراقية تقضي بأن تفرض عليها قمرك ضريبة رسوم قمركي فأخذنا الرسوم القمركي هذا المبلغ لا قيمة له مقارنة بالمبلغ الكبير الذي دخله ولم تتخذ الدولة أي إجراء ضده الجانب الآخر الذي اضطرق له السيد عبد المجيد الخوي قال له بعد شنو ملاحظات السيد قال له السيد يقول أنه ممثلي وزارة الأوقاف يضغطون أو وزارة الأوقاف تضغط على ممثلي سيد الخوي بأن يغيروا شعار الحسينيات من الشمس إلى هلال قال له الشمس رمز بابلي الهلال رمز الاستعمار التركي فليش اللحون نغير فاقترح عبد الرحمن الدوري حسب رواية الحبوش قال له شنو رأيك سيدنا نكتب لوزارة الأوقاف كتاب نقترح نرفع الشمس والهلال ونخلي كلمة لفظ الجلالة نخلي الله على الحسينيات وعلى الجوان ونخلص من هذه القضية فسيد مجل الخوي قال له خليها الآن خليها نأجل هذا المهم جملة قضايا من ضمنها إنه ليش طلبت المعاهد التابعة على وزارة الأوقاف يتم إعفاها من الخدمة العسكرية بس طلبت الحوزة لا يعفونا الخدمة العسكرية فرد عبد الرحمن الدوري قال له تقبلون ترتبطون ببزارة من وزارات الدولة يعني تقبلون ترتبطون ببزارة الأوقاف ارتبطوا ببزارة الأوقاف ونعفيكم فطبعا رفض سيد عبد النجيد طبعا هذه الواقعة اش قد دقيق تفاصيلها أنا معرف الرواية طهر الحبوش لكن المؤكد 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 إن هناك رسالة هو هذا المضمونها يعني لا يمكن للحبوش أن يختلق نصر رسالة غير موجودة الرسالة موجودة والكتاب جايهم من الرئاسة لكن هل هذا هو الذي جرى فعلا؟ هذه الرواية من طرف واحد واحد اللي هو الفريق طهر الحبوش هل طهر الحبوش أراد يسوق لحقيقة إن النظام كان متسامح ومتعاون وداعم للمرجعيات الدينية؟ أم أن هناك بين الأصر ما بينها؟ هذه رواية طهر الحبوش طبعا المؤكد أن الدولة العراقية في ذلك الوقت نظام صدام حسين وحتى نظام عبد السلام عارف وحتى نظام عبد الكريم قاسم كانوا يتحاشون التصادم مع المرجعي إلا إذا كانت هناك مؤشرات تشير إلى وجود خطر على أمن الدولة هذا بشكل عام ومرجعية الخوئي تصنف تصنف من المرجعيات المعتدلة التقليدية التي لا تقترب من جغرافية السياسة مرجعية السيد الحكيم كانت اقتربت كثيرا من جغرافية السياسة اقتربت كثيرا من الحراك السياسي وفتاوى المعروفة اللي كانت أخذ الطابع السياسي ولكن مرجعية الخوئي كانت مرجعية معتدلة مرجعية تقليدية مرجعية تعنا بالمساءل الفقهية ويقتصر عملها على جانب الفقهي فقط لذلك الملاحظ أن الإيرانيين لا يميلون كثيرا إلى مرجعية الخوئي لأن الخوئي لا يؤمن بولاية الفقهية ولا يؤمن بالدولة الدينية الرجل يؤمن بالدولة المدنية ويتبنى منهج فصل الدين عن السياسة ربما تم التعامل معه من قبل الدولة العراقية من قبل الأجهزة الأمنية في زبان صدام حسين على هذا الأساس لكونه مرجعا يتبنى المنهج التقليدي المنهج الوسطي المنهج المعتدل المنهج الذي ينقى بنفسه عن السياسة هذا هو الذي حدث لكن هل انتهى الأمر عند ذلك؟ يعني صار النقاش على هذه المحاور التي طرحها السيد عبد النجيد الخوئي وربما حلت أنا استشفيت من المذكرات الحبوش أنه أراد أن يوحي بأن ما طرحه عبد المجيد الخوئي هي أشياء يعني لا تستحق الغضب من المرجع أشياء للدولة فيها حق أحيانا ثم ها وحدة من الأشياء طرحها قال له السيد يشكو من ضغوط من بعض الأطراف في الدولة على توحيد العيد قال له يعني هناك ضغوط من أطراف معانا قال ليش ما توحدون عيد الفطر ويكون عيد موحد للسنة والشيعة فجاوبه عبد الرحمن الدولي قال له فقط الذكر السيد أنه في العهد الملكي كان مفتي بغداد ومرجعية النجف يتفقون على يوم واحد للعيد فليش إحنا موحدين بالعهد الملكي ومختلفين بالعهد الجمهوري يعني من 58 صعودا كان هناك اختلاف بالعيد لكن قبل 58 بالعهد الملك كان هناك اتفاق بين السنة والشيعة على العيد هذه هي معلومات عامة لكن ماذا تعكس يعني خلي توقف التحليلها ماذا تعكس كان تعكس أن هناك قنوات اتصال مفتوحة بين الدولة وبين مرجعية الخوئي قنوات اتصال مفتوحة وقال لشلون يقدر الخوئي يوصل رسالة لصدام حسين بهذه السهولة ثم إذا لم يكن رأس النظام يولي أهمية لما تقوله الحوزية أو ما تقوله المرجعية كيف يوعز الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات العاجلة حول رسالة وصلته من المرجع الخوئي طبعا بالمناسبة المرجع الخوئي سيد أبو القاسب الخوئي هو يقال أنه هو أعلم الأحياء والأمات من مراجع الشيعة بين مراجع الشيعة وجميع المراجع تخرجوا أو خرجوا من تحت عبائتي هو أستاذ أسيستاني وهو الذي أوصى بأن يصلي على جثمانه صلاة الجنازة وهو أستاذ البروجردي وأستاذ السبزواري وأستاذ الغروي وأستاذ محمد الحسين فضل الله وأستاذ محمد باقر الصدر جميعهم جميع المراجع هم خرجوا من تحت عبائة الخوئي لكن هل المراجع الأخرى هل المراجع كلهم يدينون بآراء السيد الخوئي لا طبعا هناك اختلافات هناك تقاطعات هناك حتى خصومات وهذه يعرفها الذين تغلغلوا داخل أجواء الحوزة وفي بيئتها ويعرفون تماما حجم الصراعة التي كانت تدور بين المراجع بسبب الاختلاف بالاجتهاد الاختلاف بالرؤية الاختلاف حتى على الحقوق الشرعية وبعدين طبعا طهر الحبوش يذكر الرقم هو الرقم المتوفر لدى الأجهزة الأمنية عن حجم الحقوق الشرعية التي دخلت ضمن حقوق مرجعية الخوئي والتي هي ذكرها 120 مليون جنيه استرليني عد سيد عبد المجيد الخوئي في ذلك الوقت عام 86 هذا المبلغ هل صار علي صراع لاحقا بقى الوفاة الخوئي أي المن قال هذا المبلغ وين صار هاي قضية أخرى خلونا نتوقف لهنا وبالحلقة القادمة وبالحديث القادم نكمل بعض المعلومات عن مذكرات الحبوش شكرا لكم